عندما نتحدث عن القضية الفلسطينية يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها الصحيحة نحن ليس أمام صراع نحن أمام حرب إبادة نحن أمام جرائم حرب نحن أمام تطهير عرقي وتهجير شعب من أرضه نعم هذا ما يحدث فعلاً في الأراضي الفلسطينية والأمر وما يزيد الألم ألم وما يزيد الجرح جرح أنه يحدث كل هذا أمام صمت مطبق مخزي من المجتمع الدولي المنحاز إنحياز كلي وفج مع هذا الكيان الصهيوني الأخ الرئيس نحن في هذه الجلسة لا نقول نحن متضامنون مع غزة ولا متعاطفون مع غزة لأن بالحقيقة نحن أضعف من ذلك الحقيقة أننا مدينون لصمود أطفال غزة مدينون لصمود نساء غزة مدينون لصمود رجال غزة وشيوخها مدينون لصمود مقاومة غزة الأخ الرئيس بالنسبة للموقف الحكومي نحن نشيد بالموقف الحكومي نحن أمام موقف حكومي صلب مبدئي لكن هذا لا يمنع أن نستهجن ونستنكر البيان المشترك الذي وقعته دولة الكويت بيان مشترك مع بعض الدول هذا البيان الذي يتكلم عن دولة إسرائيل ويتكلم عن الشعب الإسرائيلي نحن في الكويت لم نتعود أن نسمع هذه الكلمات نحن ربينا أبنائنا على أنه لا يوجد دولة يسمها إسرائيل ولا يوجد شعب اسم الشعب الإسرائيلي بل هو كيان مغتصب سيرحل يوم ما الأخ الرئيس الغرب لا يعرف إلا لغة المصالح والأموال ونحن نملك أموال واقتصاد ونفط ونملك كذلك أن نلوح على الأقل بإعادة النظر في استثماراتنا وفي تزويد النفط لهذه الدول بالنسبة للموقف الشعبي نحن نفتخر بهذه المواقف الموقف الشعبي الصلب جمعيات نقابات مبادرين اتحادات حتى أصحاب المشاريع الصغيرة نفتخر بهذا الموقف وبالحديث عن المواقف الشعبية المشرفة نشيد بانطلاق حملة يوم أمس دعت لها القوة الطلابية حملة فريدة من نوعها انطلقت أمس وتتوج إن شاء الله يوم الجمعة القادم في ساحة الإرادة وأنا باسم هذه القوة الطلابية ندعو جميع أبناء الشعب الكويت للحضور يوم الجمعة الساعة الثلاث في ساحة الإرادة ختاماً الأخ الرئيس وبالحديث عن الأنظمة العربية والإسلامية وتعاملهم مع هذه القضية لا أجد أفضل من قول الشاعر رباً ومعتصماه انطلقت من أفواه الأطفال اليتمي لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين شكراً يا أخ الرئيس